السلام عليكم والان غربتوا الاتصال بدك دكتورة خاولة بوجن فيا الاخصائية في تقويم النطق واللي اليوم معها بغينا نتكلمو على موضوع مهم وحنا يلاح بدينا الموثم التراسي وهو عسر الكتابة عند الابناء ديالنا صباح الخير دكتورة خاولة صباح الخير هزاة صباح خير نستمع الكرة صباح الأنوار ليك خاولة بوجن فيا الاخصائية في تقويم النطق سعيدة للتواصل معك من جديد خاولة واليوم احنا يلاح كنعيشو يعني وعشنا الدخول المدراسي والبداية ديالو عسر الكتابة شنو هي اهم ربما الحوج لي ممكن يرضو لها البال الاباء ويكون يعني كمؤشر ان الابن ديالهم عندو عسر كتابة ألو ألو هزار ألو خاولة كتسمعني كنت معك العام هزار سؤالي كان هو شنو اهم الاعراض اللي ممكن تباني على الطفل اللي كيعاني من عسر الكتابة والا دونك الاطفال اللي كيعانيوا معسر الكتابة وهم اطفال كيباني عندوهم كتابة غير مقروة في الأول نعم يعني الخط دياله غير مطهوم يعني ما كتبغي تقرأي ما كيبغي الاب ولا الاب ولا 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 ساد الاسل اللي تبغي يقرأوا نص الكتابي ديال الطفل كيكتب لهم كتابة غير مقروة هدا اول مؤشر وكتباني ان الطفل دياله كيشد القلم بتاريكة غير عادية مهم يعني ديال طريقة ديال الشدة ديال السينو كيشدل تاريكة غير عادية وايضا كيباني ان الجلوس ديال الطفل ديال ما تكون مسكيئة للطبلا بحالي تجيبوا الله انه بغي يحكم ذاك القلم باش يتحكم اكتر في عمليات الكتابة مهم وبين المؤشرات الاخرى اللي عندوهم عصر الكراءة كنلقوا عادة الانتظام احجام الحروف والاشكال دياله السابق مرة يكتب الحرف غير مرة كبير في نفس الكلمة كنلقوا هذا الانتظام احجام ديال الحروف مرة الحرف كبير مرة صغير مرة متوسط وتال اشكال ديالات تكون مختلفة والطفل ما كيخليش مسافات مثل ما تقبل الحروف والكلمات يعني بعد المرات يكون ملاطق الحروف بزيق وبعد المرات كيكتب حدا بالكلمة تفطر لول وكلمة ثانية فطر تال نعم داكو نعم والطفل كيكون عندو صعوبة باش يشدد مكان ديال الحرف على التطر يعني باش مليكة تقوله بحدا بس هاي لقلتين مع الوليد ديالك وبغت تقوله احجي نكتبه انا وياك والا رغت تكتبه كسطر وكسيكون ما بين سطر له وستر الثاني كتكتب هاد الحرف مادا تتشعوبة باش يشدد المكان ديال الحرف نعم داكت تكون يكتب هاد سطر وكتب سطر ثاني ولا الثالث نعم نعم وذي الامور اللي ايضا كيتشقنها طفل هوتي يقول كدير ما مراه يدي ضرانين اللي كنكون كنكتب يديه فعلا كيحسب بانتيها في العضلة دياله صديق دياله ك تتضروا فعلا هي تموتى تبدل جهود كبير في عملية الكتاب هذه المؤشرات الكبيرة الخولة بالنسبة للطفل اللي عندو عصر الكتابة وش ممكن ان عصر الكتابة يقترن بها ايضا عصر في القراءة بالطبط يعني اللي كل راس القراءة هو راس القراءة والكتابة هم القرابات نمائية وصعوبات نمائية في علم عصر القراءة عصر الكتابة عصر إملاء عصر الكتابة هادو كل هم كيمشي وجميع واخر في 8 سن ممكن اننا نوعى ونردو البال ان الطفل ممكن تباني عليه هاد الاعراض ديال عصر الكتابة وايضا حتى القراءة قراءة عصر الكتابة ايضا حتى القراءة عصر الكتابة ايضا حتى القراءة وفي القاسب الاول ابتبائي طفل فعلا كيبدا كيكتب كاليمات وزمل كيبدي بلك ان الخط دياله ما مناسبش للعمر دياله بحالي تقول الخط عم تاع الشيطف اللي عادي تعلم كتابة نعم غالبا حوالي 6 سنوات واش ممكن يعني شي تدابير ياخدوها الاباء ربما الابن فاش كيودو كونو ديك عامين وناس لسنين فاش كيبدو ياخدو طوما دوك الاقلام يبغيو يلونو معنا يخربقو في الوريقات واش هناك شي حواج ربما اللي ممكن الاباء يدروهم باش يعني نحاولو اننا نتفادا وهاد المشكل ديال عصر الكتابة عند ولدتنا اه بالمسبرة عصل الكتابة بعزار وهو بطيرات بان التفل يكون مهيئ والا مستوى الجهاز العصابي دياله وذا مهيئ باش يدرع وسيقارة أو كتابة الماء Niepewelكي نقدروش ماشي امرد بطيرن pants والاي نقدرو نعاونه يك tutorials ي الآن هاد المؤسيرات باش يتخطة هات صغبة دياله بحالي دو نقدرنعاونه بمسبرة اللي كده بلنا أنها عنده صعبة في الكسابين لنعاونه فعلاً باش يتحسن طريقهم خطيانه عن طريق مجموعة ديال التمارين بحل دبا المطفل غيره حل طريق مائب فقط مع اللي ما يبقى يكتب بسبع دياله بشرف في الهواء نعم حل دبا الاليف لقاء بسبع دياله يبدو جرانجيس دير حركات كبيرة في الهواء باش كي يحاول ينافق الحركات ديال يد دياله مع الدماغ دياله باش يتعود على اللوجيس إخي يتعود على الحركة المكتوبة دونك مقدوره يقلونه نعاونه بحل بلا فاتر مودلي والطين ايه يعني هذا نعاونه عند يرتفف الطين بسبع دياله هاد الحركة رسل الكتابة هو مرتابط بمشكلة في طريقات دياله كوغدين الصوم ديال الحركات يعني طريقات دياله توضيف عدلة الدقيقة توضيف عدلة الدقيقة ليد هي مهارة حدداتها يعني هذا المهارة مقدوره يخدمها مع التفلي عن طريق اللاعب يرسم أيضا يقدر يرسم فلوس عدل في الشرمناح بك هادو كلهم تمرين وايضا نخدمها إفتنار ضول البال فطريقة جلس يعني نحاولين نعاونه إنها يكلس بطريقة صحيحة باش تحاول الجزء أكري شكرا لك خاولة بوجن في الأخي سايا في تقويم نطق ومازال إن شاء الله ستكون معنا في حصة أخرى في مجلات الصحة دائما ونتعرفوا أكثر على الولدات اللي ربما عندهم تلاحتم أو تمتمة في القراءة شكرا لكم أشكرا خاولة بوجن في الأخي سايا في تقويم النطق دائما احنا مواصل معكم على أسوات من دبلة حدث غنتعرفوه على واحدة الدراسة اللي غات تعطينا وسيلة فعالة لمعالجات الاكتئاب واللي أكيد كنا غادي تعجبنا بعد فنصل ومواصلين على أسوات